الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرحمة المبووذة للعالمين المبووذة رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان لهم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قبل أن نشرع في المقصود والمقصود هو علم أمراض القلوب وأدويتها وأسبابها هذا هو المعبر عنه بالتصوف وهو الإحسان وإن شاء الله بإذن الله وقدرته وإرادته لا يكر فيه شيئا إلا ما ذلت عليه السنة والكتاب والسنة أو إجماع المسلمين أجد على ذلك مطلقا إن شاء الله قبل أن نشرع في المقصود أنا دائما أكرر الوضع وأكرر عندما أبدأ أي داخل ولكن هذا ليس عبذا ولا غضبا على جهة مخصوصة بل إنما هو تحذير للمسلمين من واقع المسلمين الآن من واقع المسلمين الآن فقد قال الزبيدي في شرحه لإحياء علوم الدين هناك طواف من المسلمين هم أضر على الإسلام من اليهود والنصارى الشيخ begins by praising الله سبحانه وتعالى sending blessings on the Prophet صلى الله عليه وسلم who was sent as a mercy to all of mankind and on his family and companions and followers until the day of judgment and then praising Allah سبحانه وتعالى glory be to you O Allah we have no knowledge except that which you have taught us indeed you are the all knowing and the all wise before we begin the topic which the topic is the purification of the heart knowing the diseases diagnosing the diseases knowing their symptoms and knowing how to combat them all the diseases of the heart before that topic we begin by this reminder and the shaykh mentions in regards to the reminders and the repetitions the things that you hear over and over and over again repeated by the shaykh in regards to the situation of the ummah this is a reminder that every time we begin a new topic that we have to tie it in to the situation of the ummah we have to mention the state that the ummah is in and tie our topic in with the state of the ummah it was mentioned by Zubaydi in his explanation of of uh... Hea Uluma Deen which is uh... the uh... the uh... the uh... the uh... the uh.. the uh... the uh... the uh... the uh... there are a group of Muslims that are more uh... harmful to Islam than the Jews and the Christians وأنا أقول لكم لا أحتاج إلى أن أقول كلام الزبيدي فأنا الآن أتأكد يقينا أن هناك طوائف ليس الطائفة واحدة طوائف كثيرا هي أضر على المسلمين من الكفار بلا شكر ولا رب وليس الخبر كالعياني كان ذلك عندي خبر ما الآن يقينا سمعت الزبيدي والآن رأيت بعيني وسمعت بإذني وعشت وانا سأعطيكم مثالا أنا جئت إلى أمريكا من موريتانيا قبل 14 سنة وانا سأعطيكم مثالا أنا جئت إلى أمريكا من موريتانيا قبل أربعة عشر سنة نعم سنة ألف واثنين ألفين واثنين في عام 2002 لم أسمع أحد يقول قال العالم الفلاني لم أسمع بأذني هذه وكنت أسمع الشباب عندما يأتوننا في مورتانيا يقول حمس يوسف يقول أمريكا ليس فيها عالم ويدلنا ويحضنا وفعلا وقعت المقصد وفعلا وقعت الفائدة الكاملة وفعلا وقعت الفائدة الكاملة أسمعوا ذانيا جئت قبل أربعة عشر سنة إلى أمريكا لا أسمع أحدا يقول قال فلان العالم ولا المفتي فلان العالم I came 14 years ago and I didn't hear anybody saying يسمعوا ذانيا وذانيا listen to this over and over النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يؤكد أمرا يقوله ثلاث مرات نظروا صحيح البخاري ومسلم وغيره The Prophet صلى الله عليه وسلم when he wanted to emphasize a matter he would say it three times or more and look at صحيح البخاري ومسلم وغيره من كتب السنة look at صحيح البخاري ومسلم and other than that of the books of the sunnah نعم جئت ولم أسمع كلمة عالي وقبل بعد سبع سنين اسمعوا بعد سبع سنين من مجيء أنا تقريبا قبل سبع سنين جاءني شاب جاءني سمعت من كل بلد المفتي فلان والشيخ فلان والعالم فلان ومولانا فلان والعلم فلان هذا سمعته كذلك ولكن الطامة الكبرى جاءني شاب وقال أنا اليوم حضرت مجلسا للإفطار صباحا كنت جالسا بين أربعة عشر عالم في بئر خليفة كنت أسمع كثيرا وأتأذى تتأذى أذني منها قال المفتي فلان والعالم فلان والشيخ فلان والعلم فلان وكانت أذني تؤلمني من هذا الكلام seven years after that I had been hearing you know people saying that oh this so and so scholar over here and this so and so scholar over there وقال العلم فلان ومولانا فلان and so and so moulana and so on said this and this and this and this used to bother me وكانت أمني تؤلمني بذلك تؤلمني هذا من ذلك and the quotes the things people used to ascribe to these people it used to hurt me it used to hurt my ears to hear these things being said and then seven years after that I hadn't heard there's a scholar locally one person came to me and he said you know I just had breakfast this morning with 14 scholars in the bay area in San Francisco in San Francisco listen to this oh people listen to this oh listeners in San Francisco a city that is known for its misguidance مدينة اللائطين اصحابوا قملوه it is the 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 city حتى أمريكا لأخرة تتضرر منها أمريكا لأخرة تتضرر من برامجها this is a city that even the rest of america knows I mean it's the city of homosexuality it's the city of حتى أمريكا لا تقبلوها لأخرة that the rest of america even you know shuns this fact about this city and then now تتهجي فيها من العلماء ما يحضروا منه في إفطار واحد خلال سبع السنينة أربعة عاشر عالما هذا فقط في مكان منها خاص now this person is saying seven years ago that so many scholars gathered in this area more scholars than there were at the time of Imam Malik in Medina أنا قلت أنا قلت هذا لم يتهيأ في أيام مالك سبع السنين يتهيأ من العلماء ما يحضر منه أربعة عاشر عالما في وقت واحد في مكان خاص أنا قلت هذا this is something that the shaykh said that there's no that this did not happen at the time of Imam Malik that fourteen scholars they met and had breakfast in one place خلال سبع السنينة يتهيأ من العلماء ما ينتشر في الأرض ويكون كل مكان في أربعة عشر عالما عشر علماء ذي كذام مفتكم في بيئرية اسمعوا but then now in the bay area سبع السنين seven years ago there's ten scholars here and fourteen scholars there وفلان وفلان عندما أتيت الإحصائيات كانها إحصائيات بلدية so once the statistics come out it's as if they're these official statistics اسمعوا اسمعوا هذا أنا أسألكم بالله هل تقبلون هذا يا سامعون ويا حاضرون أسألكم بالله listen to this I ask you by Allah or you who are here and who you are listening do you accept this and am I an error or am I right if I mention this and repeat this one thousand times أنا أقول لكم في حياتي الناس أنا لا أمدحوا موريتانيا لا أمدحوا ولا أمدحوا ولا أمدحوا ولم أكن أمدحها لكن موريتانيا العلماء يقولون أنها فيئة هذه الأيام الأخيرة هي آخر بلد باقي فيه العلم هذا معروف وأنا لا أمدحوا دولتي لكن هذا الحق ما شهدت به الأعداء كل بلد علمو هذا هذا الأخيرة هذا من باب المدحي النفس هذا من باب الواقع So I do not praise موريتانيا and I do not praise موريتانيا but something that is known about it nowadays is that even from the people who are the enemies of it they say that it is the last land آخر دولة بقي فيها العلم موريتاني the last land where the traditional knowledge is being taught in the traditional manner in the Bible هذا لا يختلف فيه حسب علمي this is something that people do not disagree with as far as I know I know that this is something that is the center even the centers of where the revelation was revealed in مكة and مدينة they rely on what they rely upon them ويرجعون إلىهم طوائف السلفية وغيرها ترجع إلىهم هذا معروف they return to them and they take their word even the سلفي scholars لم يقع في حياتي مكة سبعة عشر سنة عشرين سنة وأنا لست عالم نجهل من جاهلهم هذا ليس مبالغة مكة عشرين سنة أطلب العلم وما زلت لان أطلبه ولم يقع في عمري أني جلست مع أربعة علماء في وقت واحد أربعة أو ذلال في وقت واحد I'm not a scholar but I studied over there knowledge for 20 years وما زلت أطلب العلماء and I'm still seeking knowledge right now and in those 20 years I was seeking knowledge and now I'm in my 40s and in those 20 years لما يمر علي يوم وجلست أربعة علماء في وقت واحد وخمسة علماء في وقت واحد in those 20 years I never sat down with four or five scholars at one time وهذه المدرسة من أعماق مدرستي في مورتانيا يرجع إليها الكل المرابط الحاج يرجع إليها الكل في مورتانيا and this school that I was in is the one that is known throughout مورتانيا that is the deepest school that all the scholars they return to it and they come to it that has been a place of a center of knowledge for more than 80 years my father in that time in this school not once did four or five scholars sit down or gather it one time over there over there there's maybe two scholars or three scholars that are sitting down and teaching and then the rest are students of knowledge who are helping the other students and this school usually has at least 80 people to 100 people there and is in the middle of the mountains there's literally nothing there except seeking knowledge so listen to this misguidance so this is around 2009-2010 that now in one time in San Francisco 14 scholars for breakfast in a restaurant this is an insanity the Prophet ﷺ said mention the deviant one with his attributes so that people can be warned Allah says and be warned and protect yourself from a trial that will not only afflict the ones who have been oppressive amongst you meaning the ones who are doing wrong are not the only ones and know that Allah is severe in punishment so this means that the innocent person and the transgressor will be afflicted by that same punishment that comes down and this trial and punishment comes down once the evil comes and once the evil begins to rise and no one stands up and no one says anything about it so the shaykh mentioned so the shaykh mentioned the shaykh is asking me by Allah to mention just my experience when I came to California as you know before when I came to California it was an experience where I encountered several different groups looking for a group that was you know upon guidance and following the deen properly and so on in every place I would go I would meet different kinds of Muslim groups some of them you know that they had habits where they were very loose in the deen and zina had become widespread amongst them and they're acting like it's not a part of it in other groups they're basically everything had become halal and they're saying that they have scholarship and knowledge and you know what great speakers and everything and I see them you know making interest halal and making basically everything halal وَكَلَنَّ الشَّرِعَ عَلَيْسَ بِعَ حَرَى and as if there's nothing haram in the deen and I see other groups that are misguiding people in terms of their aqidah or misguiding people in terms of their fiqh and other groups that are just forming groups you know and separating themselves from society as if they have something you know they own guidance to themselves and every single group I find you know something that and then and some groups and the closest to the truth still required you know some kind of agreement and pact that you make where you become basically under the you know ownership of the person who is in front of you in that agreement so of the people who are the closest to the truth once you go to them they demand from you this allegiance and this pledge and this pledge that whosoever you know goes out of this pledge it's as if they die as a disbeliever or a hypocrite then where are you going to find guidance then where is the truth and what misguidance is there Allah Ta'ala يقول what shamelessness is there over this أي فاحش فوقها يقول العلماء أشد شيء في الدين هو كلام ما لا يستحق الكلام في الدين هو أشد من الزنا وأشد من الربا وأشد من شرب الخبر وأشد من قتل النفس لماذا لأن ما ينشأ قتل النفس ولا ينشأ الزنا ولا ينشأ شرب الخبر إلا عن هذه المصائب and this subhanallah is what the scholars have said people who are not the people who should be speaking about the deen speaking about the deen this is a greater trial and this is more harmful to the deen than than zina or than shurb or alcoholism or killing or whatever or interest because all of those things become widespread because of people speaking about the deen without knowledge the cause it comes before the effect that is the cause فكل هذي المصائب التي نعيشها الآن من الزنا والشرب الخبر والربا ناشي عن سبيكرة ناشي عن سبيكرة so all of these trials and problems that have become widespread they are they are as a result of these speakers who speak without knowledge and even you would say even add to that the list of killing like ISIS and so on this is a result of people speaking about the deen without without knowledge ما أفسد هذا الدين إلا وضع المسميات على غير مستحقها ما أفسد هذا الدين إلا وضع المسميات على غير مستحقها كما قال العلماء that this deen has not been corrupted except by placing things in other than their place إلا وضع المسميات calling people or calling things other than what they own لأن العلم يمسكين أعمى أعمى يسمع لا يرى يقال هذا مولانا هذا الشيخ ولا بدأ يسمع ويوطع أطع الله واطع الرسولة وأقول لأ منك والعلماء هذا العلم لا بدأ نوطعه العلم لا يعلم شيئا because the general public then they don't know better they hear a person being referred to as a scholar and there's the Mawlana and there's the Shaykh and they follow him الله تعالى يقول أطعوا الله واطعوا رسولة وأولي الأمن منكم هو يعتقد أن هذا هو أهل العلمين العلم ما هو كلام وإلا الله and his messenger and those who are in charge of the affairs of the people of knowledge and this person hears this and they think these people are the people of knowledge وهو الواقع العوام ضواحي ضحايا 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 so the general public then they become victims they're the real victims they're the real victims in reality ضحايا مملوكة معببة تقتل الليلة والنهار they are owned they are tortured they are being punished they are suffering إما تقتل في دينها وإما تقتل في أبدانها وإما تستخدم either their dean is being killed or they are literally being killed or they're being abused and manipulated and taken advantage of خدام as servants this is the best state of the general public today is that they become servants to these speakers this is the best case so the other cases is where they become extremists or they leave Islam so it's better for them than being in that state of service they may be in torture and in a bad state but at least they're Muslim they're Muslim and we have said that the seerah is a very critical matter and it's a very sensitive and dangerous matter to be incorrect and we said that the seerah is more dangerous and we have said that the fiqh is more dangerous because we don't know it is more dangerous because all of it is dangerous that every time we go to a different topic we see that that topic has been compromised that it's very dangerous that you have to be careful when you approach عندما أسمع المتكلمين عن ذلك أنسى الخطورة الأخرى عندما أسمع المتكلمين حول الفقه الآن والمتكلمين حول السيرة والمتكلمين حول الفقه والمتكلمين حول التصوّب أنسى ذلك الجارب الآخر بخطورة ما هو فيه When I listen to what the speakers are saying about the Prophet and the seerah I forget about everything else and I think this is the most dangerous thing that people have to be careful of and then I hear what the speakers are saying about fiqh and the kind of fiqh that is being taught nowadays and I say that this is the most dangerous thing and then I hear what they're saying about the tafsir and then that's even more critical and then now in regards to tassawuf you know what I hear this and I think that this is it makes me forget the craziness that people are saying about other things because of the crazy things that people are saying So this is our reality today these are similar waves وَهَلَّهَ مُسْتَاقُلْ لِقُلِ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلِهُ وَآلِهُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَيَقْبِضُ هَلَى الْعِلْمَ وَكَذَلِكَ قَوْلُ نَبِيَ الْعِلْمَ وَكَذَلِكَ قَوْلُ نَبِيَ الْعِلْمَ So this is also what the Prophet ﷺ said that the greatest fear of all the fears they have for my ummah is the misguiding leaders and then also the Prophet ﷺ said before the Dajjal comes before the Dajjal comes there will be other Dajajila meaning other liars other liars who are preparing for him the way so that once he comes that the people are preparing and the people are ready to follow him لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة إلا على أشرار الناس لا تقوم الساعة إلا على أشرار الناس So this is how the Prophet ﷺ says that the Day of Judgment does not rise except upon the worst of people التصوّف سألطيكم عنه مقدمة الآن حتى تسبعوا ما هو معنا التصوّف وفي يوم الأربع الآتي نبدأ الكتاب المسمى مطرة القلوب So now I will give you an introduction to what the salve is what this self-purification elevation is and inshallah you will understand what it is and next Wednesday we will be talking about we will enter the book and we will begin the book Purification وحضروا أذانكم لليوم الأربع الآتي حتى تسمعوا كلام القوم أكابرهم الجنيد السالك وغيره حضروها لليوم الآتي الأربع الآتي prepare yourselves prepare your ears on next Wednesday to hear what the people have said what the scholars of التصوّف and the words of المحاسبي التصوّف أحسن شيء سمعته فيه ما جمعه بعض الفضلاء في حاشية بن فرحون على بن عاش الكتاب التصوّف قال ليس التصوّف لفس الصوف ترقعه ولا مكاوك ظن المغنون ولا صياح ولا رقص ولا قرب ولا تغاش كأن قد صرت مجنون بل التصوّف أن تصوّب لا كذر وتتبع الحق والقرآن والدين وأن ترى خاشع لله مكتيبا على منوبك طول الدهر محزون أحسن ما سمعته فيها هذه الأبيات وهي حقيقة جامعة نافعة قال ليس التصوّف لفس الصوف ومعنها ليس التصوّف لباسة لباس الخاص هذا لا يعد التصوّف هذا يقال له تصوّف هذا لباس سميه لباسة The most concise introduction and definition of تصوّف I've heard is mentioned by Ibn Farhoun جمعها في أبيات حاشية ابن Farhoun جمع هذه الأبيات وهي أبيات جميلة He mentioned this poem which and they're very concise and comprehensive that تصوّف that تصوّف that تصوّف is not wearing wool that is patched or any specific type of clothes or 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 your tears and your screaming once the singers begin to sing and you say that oh I'm dying I feel good and I feel good and so on of course you feel good the shaitan is playing as Allah says and the shaitan adorned their actions to look good for them and he said that no one can defeat you today every group every group goes and says now there's no other people who's in their remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala like us but in reality once people go to these gatherings they remember us they say that we are the ones who mention Allah subhanahu wa ta'ala plentifully we are from the men and women who mention Allah plentifully but rather I tell you replace that with the people who are heedless of Allah subhanahu wa ta'ala and look at this misguidance this is a gathering of heedlessness of Allah subhanahu wa ta'ala what heedlessness is there over a gathering where men and women gather and women aren't dressed properly and their heads are uncovered or is she or she comes in such clothes that are so that are designed to tempt others and to are revealing and so on and even if she went in front of Umar bin al-Ghattab and Murabut al-Haji would say you know oh my wife come to me she would have corrupted the righteous people and knew that if I'm not I know that Umar wouldn't do the wrong if I'm not I'm not I'm not I'm not but Umar don't want to to tell him this is if it's 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 if is if Allah Allah is if if لَمَا حَفِظَهُ مَنْ هَلِي الْمَرَبِ لَوْ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ نَعَى حَتَّى لَا تَزِغُوا The word if in Arabic it means that this is something that is impossible of course and we know that it's not going to happen and we know that with the Umar there's something that is impossible to happen because Allah SWT would protect him so when you say if it means of course other than if Allah did not protect him then this would be a source of temptation and I do not of course ascribe this perfection of character to مرابط الحج أنا لا أورد أن أجمع المرابط الحج مع عمر ولا أورد أن أجمع نفسي مع المرابط الحج ولا أورد أن أجمع يعني ما هو أبعد من السماء من الأرض معه لكن أقول ما هو في أيام من هذا وما هو في أيام عمر and I do not ascribe مرابط الحج to the status of عمر ود الله nor do I ascribe to myself the status of مرابط الحج هذا أبعد من السماء هذا يقاله بعد السماء من الأرض this is called the distance between the sky and the earth ولكن أقول ما هو الواقى الآن ما هو أصلح الناس في مرابط الحج وما هو أصلح الناس في أيام عمر so then I am just giving you the reality and just mentioning meaning the most righteous person today would be tempted by this and it would be a source of fitna for them as it would have been to the most righteous people at the time of عمر رضي الله ولا صياح ولا رقص ولا طرب ليس تصوه الصياح وبكاء والصراخ وكأن القيامة قامت هذا يسوه سعيد so the tassouf is also not رفع أصوات والصراخ or dancing or beating a drum or screaming يا صوفي أن هذا حالكم الآن يا صوفي أن هذا حالكم أكثر من تسعين منكم سمي تسع و تسعين oh the sufis know that this is something that you are in the midst of this is the reality that you are in today and this is the situation that 90% if not more are in سمي تسع و تسعون say even 99% if one out of a hundred of you becomes saved from this then you are lucky بل التصوه ولا صياح ولا رقص ولا طرب ولا تغاشر موج ترى الوحد هكذا كأنه غائب تغاشر هذا ليس التصوه كأن قد صرت مجنون كأنك مجنون عندما يرىك إنسان يقول ماذا يبعا هذا غائب العاقل وصحيح العاقل or becoming تسعوف is also not becoming overwhelmed as if you have become insane that somebody looks at you and they say what is wrong with this person is he just shaking back and forth كم يقع لكم هذا في مجالسكم مستفيه how how often does this happen to you in your foolish gatherings هذا و أحسن ما يقع مجالسكم لغا الشيان الجنون this is the best thing that happens in the gathering أحسن ما يقع مجالسكم و الجنون فقط just people being overwhelmed with insanity الجنون هو أحسن شيء this is the best thing بل التصوه اسمعوا بل التصوه الحقيقي الصحيح أن تصو بلا كذل أن يجتمع لاهرك و باطنك أن يصوى باطنك حتى يكونك لاهرك لاهرا للم لذروا لاهرا للم و باطنهم اتقوا الله تعالى لاهرا للم و باطنك كما قال تعالى وليباس التقوا ذلك خير لاهرا للم و باطنك أن تلبس التقوا لاهرا للم و باطنك تشترب المنهيات و تبعى للمأمورات و الله says and the garments of piety the clothes of taqwa that is better meaning to dress yourself internally with the consciousness and fear of Allah سبحانه وتعالى and externally by applying his orders and staying away from what he has prohibited this is what is being referred to in the verse where Allah says that the remembrance of Allah is greater greater than prayer greater than purification is this constant state of connectedness and remembrance to Allah سبحانه وتعالى and obedience internally and externally that even once you're outside the time of the worship that you remember Allah سبحانه وتعالى once for his orders and you remember Allah سبحانه وتعالى to stay away from his prohibitions if he orders you to leave prayer then you leave prayer if Allah orders you to stop making ذكر then you stop and if Allah orders you to stop reading the Quran then stop reading the Quran sometimes Allah tells you don't pray then in that state the remembrance of Allah would be to stop praying sometimes Allah says don't say Allah has prohibited you from reading the Quran and he has prohibited you from reading the Quran and the opinion of a lot of the scholars a woman who is on her menstruation then she is not allowed to recite the Quran and some scholars like Malik say that there's no problem with that but if Allah forbends you then stop then stop and whosoever transgresses the boundaries of Allah they have oppressed themselves I will tell you an example that the Imam of the Ghazali and the Imam of the Soviet who said if he had to do the human a man like 100 or 100 dollars or 1000 dollars then he had to do it to this person in this time and he had to do it 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 and he was the Imam and the head of Sufis he says that if somebody owes somebody money that he needs to give to him some thing that he has to deliver or some debt that he owes and so on and instead of paying it he becomes so involved in his prayer and he becomes lost in his prayer then this person is in a state of disobedience he's in the greatest remembrance he's in his prayer which is the best of worship but this person is not in the remembrance of Allah's Tatiana this person is in heedlessness of Allah because he's not fulfilling what Allah is ordering him to do Allah تعالى يقول إن الله يمركم أن تؤدو الأمانات إلهية أن تؤدو الأمانات إلهية أمرك الله تعالى أن تؤدي هذه الأمانة ما تشتغل بالصلاة لماذا تشتغل بالصلاة because Allah says indeed Allah orders you to fulfill the obligations to the people who they are owed the trusts to the people who they are owed so Allah subhanahu wa ta'ala is ordering you to do this وكذلك نهي الحديث إن الإسان إذا كان نعسانا جدا لا يتلبس بالصلاة وهذه ذكر الله تعالى لأنك ستسكو الله تعالى قد تتلفه بألفاء قبيحة and it is also mentioned in the hadith that you are not supposed to pray to Allah subhanahu wa ta'ala once you are very tired to the point that you can say something wrong or say something incorrect about Allah Allah subhanahu wa ta'ala نهيك عن الصلاة في هذا المقت Allah has forbidden you from praying during this time وكذلك نهيك عن إذا كنت متلبسا أعوذ بالله خامر أو بدون طهارة لا تقابوا الصلاة وأنتم سكارة Allah subhanahu wa ta'ala also forbade you from doing so while in a state may Allah prevent from drunkenness or somebody is is not in a pure state ولا جنوبا إلا عابر سبيح ولا جنوبا ولا لا تصلي تاقبوا من الصلاة مغسلوا وجوهكم ولا غير ذلك Allah subhanahu wa ta'ala orders that purification as a prerequisite in the Quran in several places المهم أن التصوّف هذا بل التصوّف أن تصوّوا ظاهراً وباطلاً بلا كدر بلا خلط والسخن مع نظافه بلا خلط والسخن مع نظيف So this تصوّف that we are learning about is how to is the purification and this is what تصوّف is the purification internally meaning to be clean and to remove that filth and those diseases from the inside بلا كدر تصوّو صفان كامل النغافة كامل بيض كامل to be clear without any remaining dirt بيّل ذلك هذا عطف تفسير أن تتبع القرآن الحق والقرآن والدين أن تتبع القرآن والسنة وإجمع العلماء And he clarifies this and he says he says it as if it is something different but in reality it is the same thing هذا يقال له عطف التفسير هذا يقال له عطف التفسير This is called an addition of explanation So he said and to follow the truth and the Quran and the deen هذا هو معنى and this is what it means to be clean inside and outside وأن ترى خاشعا لله مكتنا أن ترى خاشعا كما قال تعالى تقشعر منه جلود الذين يخسونا ربهم كما قال كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزاء أن ترى عندما يراك الرأي خاشعا لله لله لا لأحد مكتبا معناها حزين نادم على ذنوبك ولو لم تبع ذنبا المعتقد أنك في أعظم ذنبه that he says and then also تصوف is to be seen always in a state of humility and submission and humility to your Lord and to follow and to be in a state of being overcome by your sins even if you're not committing sins to feel that you have done تعتقد أنك أذنب مانب to think that you are the worst sinner بل التصوه أن تصوب لا كدر وتتبع الحق والقرآن والدين وأن ترى خاشعا لله مكتئبا على ذنوب فطول الدهر معزم هذه حيات تصوه أن تصوه أن تصوب لكدر وتتبع الحق والقرآن والدين عن وعن وعن تجدون الأمر هكذا if you read about any of these Sufi leaders that the shaykh has mentioned then you will see that this was their state this was their state والتصوه ليس أمرا جديدا ولم يكن مقترحا بعد السلف هذا غير صحيح يعني يضع and التصوه is not something that is you know something that was innovative it is not something that was innovative it is at the time of the righteous predecessors in fact لا يمكن أن تقول بدع مستحسنة يليست بدع مستحسنة هذه من فعل السلف you can't say that it's a good innovation because it was it's not an innovation because it was done at the time of the righteous predecessors يقولها في القرآن والسنة وتعارف السلف على هذا لسن في أيام السلف that it was something that is meant the way of it is mentioned in the Qur'an and the sunnah and the term itself was used and was known at the time of the righteous predecessors اسمعوا كلاما الإمام الشافعي هذا من السلف listen to what الإمام الشافعي who was one of the righteous predecessors said هو أول من ألف علوم الأصول على الإطلاق he is the first one to write a book in Islamic principles وَلِذَلِكَ يَقُونُ الْعُلَمَاءُ مَا مِنْ أَحَدٍ يَكْتُبُ بِقَلَمٍ في الدُّنْيَا إِلَّا وَلِشَافِعِ عَلِهِ حَقِّ and this is why the scholars say that there is no one except that the shafi'i has a right over him لأن العلم الذي تكلم به يحتاج إليه كل أحد because the knowledge that the shafi'i spoke about everyone needs اسمعوا هذا العالم الكبير الأمة كلها تحتاج مَا يَقُونَ listen to what this great scholar who the whole أمة needs what he says is saying يقول في شري ديواني مشهور يقول فقيهاً وصوفياً فكل ليس واحداً كن فقيهاً عالماً بالأحكام وتلبس بالتصوف يعني التطبيق بعد ذلك كلمة سوفي قال كن فقيهاً وبعد ذلك ذني بالتصوف وهذا معنى قول الله تعالى ذاروا ظاهر لهم وباطناه يعني هكون في الظاهر صالح وذنيه بالإخلاص داخلا and this is in accordance with what Allah says leave the external sins and the internal ones that if one starts by leaving the external and once somebody purifies their actions then their inside becomes purified قال الإمام الشافعي اسمعوا كلام فإني وحق الله إياك أنصحه فإني وحق الله إياك أنصحه this advice إمام الشافعي he said he said seek knowledge and purify yourself become a sufi and he said by the truth of Allah I give you this advice فذلك يعني الفقه الذي لم يطبق شرع الله باطنا معناها ما التلبسه بالتصوف ذلك قاسل يأخذ بها ظواهر الأحكام ولا يطبق داخلا كثيرا هو فقه ولكنه لم يرزب نفسه بأفعال القوم يعني الصوفية فذلك قاسل لم يذوقبه هودا لم يذوقبه هودا تعلم العلم ولكن القلبه خالي من ذكر الله يعني الفقه الذي لم يتلبسه he says as for that one meaning the one who only studied fiqh and learned knowledge ولم يتخلق بأخلاق القوم but did not take that character and internalize that character and apply the تصوف قاسل قاسل القلب he said he is very hard-hearted لم يذوقبه هودا ما لاق قلبه أي هودا and his heart did not taste any God consciousness or piety وهذا يعني الذي أراد أن يطبق التصوف قبل العلم هذا جهول جهل he said and as for that one meaning the one who tries to follow meaning that one who follows تصوف without having knowledge he said and that one is ignorant and not just ignorant the word the way of the word was used ignorant meaning the one who has complete ignorance قار كيف ذو الجهل يصلحو and how is the ignorant one the one who's ascribed with ignorance and how does he become corrected how does he become corrected وهذا الذي نظامه هو معنى قول أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى and this is the poem that Imam Shafi said and it's in accordance with what علي رضي الله عنه he said قَالْ قَصَمَ ظَهْرِي رَجُلَانِ قَصَمَ قَطَعَ ظَهْرِي كَسَرَ ظَهْرِي رَجُلَانِ and he said my back has been broken by two people عالم متهتك وجاهل متنسك عالم فاسق معنى لا يطبق شر A scholar who is not applying the orders of Allah and an ignorant person who is trying to worship Allah This is basically what Shafi'i said You have heard what the leader of the believers Ali رضي الله عنه he said and you have heard what the leader of the scholars Imam Shafi'i said So denying something after two of these upright people I've mentioned it is something that is a disgrace There is no one who would deny the state and the status of these people that the leader of the believers Ali رضي الله عنه was at the door of knowledge and Imam Shafi'i is one of the followers Ali رضي الله عنه was mentioned the Prophet told him he said that you to me have the status of Harun to Musa except that there is no prophet after the door that the Prophet also mentioned that the Medina is that the Medina is knowledge and Ali رضي الله عنه is his door وفي الحكاية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اللهم إني يعوذ بك من معضلة ولا أبل حسن لها كان يسألوا عن بعض المسائل فإذا توقف عمر فيها نادى عليهم فقال ماذا تقول فيحل له المسألة مباشرة فيقول عمر اللهم إني يعوذ بك من مسألة صعبة ولا أبل حسن لها So عمر رضي الله عنه used to make this duaa he would say that oh Allah I seek your protection from a difficult question and there is no علي رضي الله عنه that there is no علي رضي الله عنه to solve it because whenever عمر رضي الله عنه he would have a question in the deen that would stump him that he would not know فإذا نادى علي أقول له الأمر هكذا أوضح له الأمر how to solve the matter he would call علي رضي الله عنه who would immediately find the solution وفي أقول اللهم إني يعوذ بك من معضلة ولا أبل حسن لها So he says oh Allah I seek your protection from a difficult question that there is no أبل حسن من علي رضي الله عنه وسمعوا يا حنابل يا حنابل ويا سلفية قول إمامكم أحمد بن حنبل كما تدعون ليس إمامكم ولكن أنا أقوله So listen oh Hanbalis and oh Salafis who ascribe yourself دعوة هي دعوة عري ليست صحيحة This is a description that I do not necessarily agree with Listen to what your leader Ahmed ibn Hanbal or your ما تدعونه ما تدعونه دعوة or who you claim as your leader دعوة وأنا لا أصدقها It is a claim that I do not accept I do not accept every claim وإدعوة إذا لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أبناؤ 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 مجاهير الدعوة إذا لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء الدعي هو من ينتسب إلى قوم وليس منهم That this is a claim a claim that if it is not proven by action and by أبناؤها أدعياء ينتسبون إلى أباء لسو أباء then this is a claim like the claims of those children who ascribe themselves to parents who are not theirs هذه دعوة This is a claim أحمد بن حنبل إمام أهل السنة إمام أهل السنة ثالثة يقول من أراد الفقه فليأخذ بدا نبي دابة الإمام الشابي أحمد بن حنبل he said he is the imam of أهل السنة he said that whoever wants knowledge then he should grab hold to the tail of the camel of the camel of the imam الشابي بغلة الإمام الشابي بغلة الإمام الشابي يعني the mule of the imam الشابي that he should grab the tail of the mule of the imam الشابي he said that would suffice him in knowledge to just simply follow the tail of the mule of the imam الشابي اسمعه كان الإمام الشابي رحمه الله تعالى يقول لأحمد بن حنبل ونفعنا ببركاتهم يقول لهم أنتم الصيادل ونحن الأطباء هتوب الحديث صحيح الطريق وبعد ذلك تنحى هذا أحمد بن حنبل من الإمام الشابي ويقبل النسألة هذا أحمد بن حنبل that he would bring the حديث to الإمام الشابي ويقبل النصيحة ما عنده مشكلة الإمام الشابي would accept and he would take that advice and he would not have a problem وأقول قولي هلأو أستغير الله لألكم سبحان ربك رب العزة عمّا يصيبون والسلام على المفسر والحمد الله رب العالمين البنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا أَأَأْتِنَا فِي الدُّنَيَعَ حَسَنَةً وَفِي الْآخَلةِ أَحَسَنَةً وَفِي الْآخَلَةِهِ ربنا تَغْفِرْ لنا ولئِ أخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل ف قلوبنا ظلاً للتنامنى Sóً ربنا إنك رابوا الرحمن ربنا أَأْمَنَا بمَا أنزَتَهُ اتَّبَعَ الْرَسُولُّهَ ربنا أَأْتِنَا من لّوكَ رحمة وهجِن antenة ربنا اتنا من لدنك رحمة مهجين لن cachبء ربنا لا تِسوا قلوبنا بعد إيذ هديتنا وهبلنا من لدوك رحمة للكتب أحاب ربنا اغفر لنا و الإخوان الذين سفقونا بإيمام ولا تجعل في قلوبنا ظلّا للذين المنور Salv'نا Bund ingl Flug ربنا اغفر لنا و الإخوان الذين سفقونا بإيمام ولا تجعل في قلوبنا ظلا للذين عن ربنا أنك رب ورحب ربنا أخر لنا وله إخوان اللهم لا تدع لنا أذن بني الله وفرته ولا هم من إلا فرشته ولا ضال إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا مريض إلا شفيته ولا مريضاً إلا شفيته ولا داهلاً إلا علمته ولا مريضاً إلا شفيته ولا أعزباً إلا زبوشته ولا مهموماً إلا فرجت كربه ولا غائباً إلا حفظته ولا أعزباً إلا زبوشته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك لضمنا بها صلاحة إلا فضيتها يا رحمة الرحمنين اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزبنا علمها اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزبنا علمها اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدين وارزقنا الحكمة والتويل 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 وتدرك به الرغائب وتغضى به الحوائب وتلال به الآمان والسلام عليهم وعلى الله وصحبه في الأبحاث والسلام عليكم في المعلوم لك اللهم صلي وسلم وبارك على سجدنا محمد النبي الجيل ومجي وأزواجه هم هاتمون لنا بجتي ولبيتي كما صلي تعالى إبراهيم لك حمد المجين اللهم صلي وسلم وبارك على سجدنا محمد النبي الجيل ومجي وعلى الله وصحبه وسلم السلام اللهم صلي على محمد وعلى الله ومحمد وعافية الأبدان والشفاء سؤالي وضياءه وعلى لخصصتهم سؤالي مسمى عليهم سؤالي ماذا سنحن نقاط مدد سؤالي لمسوالي سؤالي لا تضجق علي ربق هل يوجد أي شيء؟ شكراً للمشاهدة